الخبر أول الذي عادنا عن نور بارو فريق ووصول قناتهم باليوتيوب الجديدة مع الفريق لـ 500 ألف متابع فإن شاء الله ألف مبروك وأقبال 10 مليون يار وطبع للتنسوني حبايب تباركوا لهم بالكومنتات على هذا الإنجاز الخبر الثالي الذي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر عادنا هي شيرين بيوتي في شيرين بيوتي نزلت على حسبها بالإنستغرام شهي تشتريات وهذه الاستوريات تكاتب بيها أن الفيديو اليوم متأجل للباتشر أما نساء سبب ممكن يقعد يصير حالياً في فلسطين فكتبوني حباباً بالكومنتات على هذا المقطع أما اليوتيوبر الثاني عادنا فهو من الملكة المشاهير فمن الملكة المشاهر نزل مقطع لقناته سوى بمقابله ويهي يوتيوبر شبير كيشف بها حقيقة نارين بيوتيوب وايم اليوتيوبر البقين لفضاحهم رتكم رات المقطع بالوصفات من الملكون يروحوا يشوفوا في المقطع واكتبوني بلكومنتات هلين صدبتم اللي شفتوا أو شدتوا توقعون حقيقة ذو اليوتيوبر الخبر الثالث اللي عادنا عن نورمار وماريانا غريب والخصف اللي صاير بيناتهم البداية كانت من ماريانا نزلت هذا المقطع لقناته باليوتيوب وهذا المقطع كان فكرته تقيم جمال اليوتيوبر ورشا من بينهم نورمار نشوفوا في هذه اللقطة شون قالت علي وشون صارت قصفة رحطوكم اللقطة شوفوها نور ما أعيد يعمل شعره هلا ما حدا يزعال وقسمت لي وما يجوني يعني ما عانش مع احترامي لكل الناس خلص هذا رأي شخصي أنا عيني خلص يطلع هو يأثر على ليلا يشبع ما عندم يهرأيا الشخصي بحترمه نور بنرة مستايلي ستايل شعره التيابه مستايلي أنا بيطمح شب اللي يكون حبيبي أو كراشي تكون ملامه حادة يكون جدي يعني وأنا ما في كثير بنات بشوفو انو النوس أزواب بعد النورمار اليوم نتزمقت على قناته باليوتيوب وسوا ردة في اللعنة المريانا غريب بالكلام اللي قالت عليه وهو خصفها بنفسه نور ما يعمل اش اعرف يعمل اش اعرف واو قلبي قلبي كوميديا اكتر ماطا كوميديا شمت بحياتك الناس ازواء طيب طيب لاحظوا شوي مثل ما قالت الناس ازواء والصراحة عم بحترم رأيك وما عندي مشكلة وانا كذلك الامر عم بدي احب البنت او حبيبتي المستقبلية بحب انه تكون بحب انه تكون عندها انوثة بحب انه تكون بالأهم انثى على عكسك تماما يعمل اشي الخبر الثالث اللي عادنا عن فضيحة بيسان اسماعيل ونشر هزاء 18 على الفيسبوك في بيسان اسماعيل نشرت على حسابها بالفيسبوك اللي بيه مليون متابع تقريبا شي بالاستوري ما الفيسبوك صراحة انشي زاء 18 وشي كلش عيب صار ديقول ان نرفعه الشاشة لفوق شوفوا الفيديو او هو موقع معين طبعا هي صفحة الفيسبوك مليا والمليا بيسان اسماعيل وهي معروفة اصلا وحط عسابها اساس للبزنس وحط حسابها الانستجرام بالوصف فطبعا كل متابعي صار يتهجمون عليها انه هي قادة تسوي اعلان على حساب الشاشة زاء 18 لمتابعيها ولكن صارت عم مريد نظلم يمكن اللي صار احببه ومجرد تهكير لحسابها فتهكر حسابها في هذا نشرت الشاشة بالاستوري مالتها مادر الصراحة تومي لك لازم هي تطلع وتوضح بنفسها ان شون الصباب اللي صاري الشاشي فثلما شافين انه خلاها تنشر شي زاء 18 بالاستوري مادر صراحة كتبون احباب الكومنتات هتوقع انه تحكير حسابها بالفيسبوك او هي سوت هذا الشي عمودة تسوي الاعلان اللي سوته الخبر الخامس اللي عادنا عنه وردها على الاشخاص اللي يتهجمون عليها اسوه الدفاع عن القضية الفلسطينية تورسلات نزلت على حسابها بالانستجرام شوية تشترات وبهذا الاستوريات شابهة واحد من متابعين قاعد يتهجم عليها يعني اطلطي حطيتها عن فلسطين بس عشان اتقادت اللي يجدتك ووالله اني خايفة اسب اخذ اثم على الفاضي فيرد اتعلن انه ورضاء الناس غير لا تدرك بس لحبايبي واهلي اللي يتابعوني انا بعمل اللي بخدر عليه لازم تعرفوا انه كلمة محسوبة علي يعني لازم اعرف شنو احكي قبل ما احكي لنفي كثير ناس حوليه بتحب انه تصدادي بالمية الاكرة وانه هي كبنية لازم تتعود انه تتحمل نفسها وبنفس الوقت هي متزمة اساسا بعقود وشغل مفترض عليها انه تتلتزمة بي بس مع هيك هي قدرة اللي يسوي عليها فهي تقصدون على تصويتها بهذه الفترة هي مجرد كانت اعلانات وشغل ما تقرسا تتخلى عنها فكتبنا حبايب الكومتات شارككم بردها عن الموضوع يا حبايب والتهجم اللي تعرضت له هل هي تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا وهل كلامها منطقي او لا وبس والله يا حبايب نحن صناحة المقطع اللي تنسون المقطع يا حبايب بالوصف اللي هي المقابلة سويني يوتيوبر كل تشبير سويني مقابل اكشفني بحقيقة نارين بيوتيوب والسلام تكتب بإسان هوي من يوتيوبر شوفوه بالوقت عمل الوصف بس جاكو فايزي وخاتمك القصص ومع السلامة